شلونكم شاكو ماكو إن شاء الله لكل بخير وبصحة تمام شركة بلاك فيو معروفة عندنا بالعراق أنها تقدم تابلتات أندرويد بأسعار اقتصادية وهذه الشركة بدأت تدخل عالم الويرابولز مثل ساعة الار ايت برو اللي راح نسولف عنها في فيديو آخر أما بهذا الفيديو فعندنا موبايل جديد اقتصادي جدا جدا وهو البلاك فيو اي 52 هذا الجهاز سعر 74 دولار فقط أي ما يقارب 112 ألف دينار عراقي ورح تحصل باوربانك مجاني بسعة 10,000 ميلي أمبير عند شرائك للجهاز من الوكيل الرسمي شركة بي سي آي اللي راح تنطيك كذلك كفالة سنة كاملة مع ضمان أسبوعين استبدال للجهاز في حالة وجود عيب مصنعي بالإضافة إلى كفر جلاتيني لحماية الجهاز راح تلقى بداخل العلبة ورح أخلي لكم الروابط الرسمية لوكالة بي سي آي في خانة الوصف الأي 52 من النظرة الأولى راح تلاحظ أنه جودة تصنيعة جيدة ووزن جهاز 183 غرام وسابقا شنا نشوف شركات ما تهتم بموضوع المتانة للأجهزة اللي أقل من 200 دولار الجهاز يجي ببصمة جانبية هي سريعة لما تكون الشاشة شغالة ولكنها بطيئة لما تستخدمها والشاشة مطفية بالنسبة لتصميم الشاشة فتجي بالحواف المعتادة على الأجهزة الاقتصادية مع تصميم الدروب نوتش للكاميرا الأمامية شاشة الجهاز حجمها 6.5 إنج HD بلس وليست Full HD سطوع الشاشة جيد جدا وحساسية اللمس متوسطة إلى جيدة عندنا سماعة وحدة مونو في الأسفل صوتها ما حبيته فنصيحتي أنه تستخدمون سماعة خارجية خصوصا مع وجود منفذ الأوديو جاك البلاك فيو اي 52 يجي بمواصفات تلائم سعر المناسب وهذه المواصفات تخلي مناسب أنه يكون كجهاز ثانوي فلا تتوقع منه أنه راح يكون جهاز قوي للألعاب أو الاستخدام المكثف بالإمكان لعب بعض الألعاب البسيطة على الاي 52 وإذا تستخدمون لانتشر خفيف مثل النوفا راح تشوفون سرعة أكثر في التنقل بين القوائم الجهاز يجي بمعالج متوسط من يونيسوك ذاكرة داخلية 32 جيجا بايت ورام 2 جيجا بايت بالإمكان توسعتها حتى تصير 3 جيجا بايت من الإعدادات الاي 52 يعمل على الأندرويد 12 بواجهة الدوك أو اس الخاصة بشركة بلاك فيو ومثل ما ذكرت لما نصبت واجهة نوفا المجانية شفت أداء الجهاز صار أسرع بشكل ملحوظ أما بما يخص البطارية فالاي 52 يجي ببطارية ساعتها 5180 ميلي أمبير وهذه البطارية على هاردوير الجهاز انطتني أداء أكثر من رائع وإذا خلينا بنظر الاعتبار أنه هذا الجهاز يكون جهاز ثانوي فالبطارية راح تمشيك يومين بكل سهولة إذا مؤكثر الاي 52 يجي بمنفذ تايب سي وهذه ميزة نادرة ما تلقاها على موبايل بهذه الفئة السعرية ولكن النقطة اللي نوعا ما تعتبر سلبية هي أنه قدرة شحن الجهاز هي 10 واط فقط وهذا معناها شحن الجهاز راح يطول تقريبا ربع البطارية راح تشحن خلال نصف ساعة فبرأيي هو أنه على هذا السعر أنت عندك بطارية ممتازة وتقدر تعتمد عليها في استخدامك بس لازم تحس بحسابك أنه برغم وجود منفذ تايب سي إلا أنه شحن الجهاز يعتبر بطيء الاي 52 يجي بكاميرا خلفية 13 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية 5 ميجا بيكسل وطبعا هذه الأرقام متوقعة على جهاز بسعر 74 دولار ومع ضوء النهار وأنت خارج البيت راح تقدر تلتقط صور حلوة ولكن دقة الكاميرا الأمامية ما تعتبر جيدة أما الآن فوصلنا لخلاصة الكلام البلاك فيو اي 52 هو جهاز مدعوم بشكل رسمي من وكالة بي سي آي اللي راح توفر لك مثل ما قلنا بالبداية بعض الميزات الإضافية اليوم إحنا كلما نصبح الصبح نلقى لأجهزة تزيد أسعارها وأكو هوايا مستخدمين إمكانيتهم محدودة أو أكو بعض المستخدمين مايريدون يصرفون فلوس هوايا على جهاز موبايل أو يريدون جهاز ثانوي بسيط فلما نجي لسعر الاي 52 ونخلي بنظر الاعتبار بطارية الجهاز الممتازة وجودة التصنيع المميزة مع سطوع الشاشة بالمحصلة راح نلاقي أنه هذا الجهاز ينافس بقوة الأجهزة الأخرى لجول 100 دولار وبالنهاية أتمنى أنه أعجبكم هذا الفيديو إذا بعدكم ما مشتركين بالقناة اشتركوا حتى لا تفوتكم الفيديوهات القادمة وتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال المعرفات هشتك 9 ونشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم اشتركوا في القناة